تنويه عاجل لجميع عملاء البنوك المصرية بشأن خدمة الانترنت والموبايل البنكي يحاول العديد من عملاء البنوك معرفة وقت تغيير كلمات مرور الخدمات المصرفية عبر الانترنت والهاتف المحمول وتواتر تحديثاتهم لضمان استمرار أداء الخدمة في أفضل حالاتها في هذا السياق أكد البنك المركزي المصري أنه يجب إجراء تغييرات كلمة المرور للخدمات المصرفية عبر الانترنت والهاتف المحمول كل ستة أشهر صرح البنك الأهلي من خلال موقعه الرسمي على الانترنت أنه تم إجراء تغييرات فنية على خدمة الأهلي نت الأهلية للهاتف المحمول والتي تتيح للعملاء إتمام المعاملات المصرفية بسهولة وأمان تم من الاشتراك الذاتي في الأهلي نت الأهلية لخدمات الجوال للعملاء الأفراد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للعملاء من الشركات شرطة سفلية تنفيذ المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول الخاص جعل تطبيقات بطاقات الاعتمام غير المضمونة للعملاء من الأفراد وتتبع التطبيقات تنفيذ طلبات القروض الشخصية النقدية قروض المركبات غير المضمونة للعملاء الأفراد وتنفيذ تتبع التطبيق للحصول على معلومات حول البطاقات المدفوعة مسبقا وإجراء تحويل من بطاقة مسبقة الدفع إلى أخرى لنفس العميل حسابا بطاقة مسبقة الدفع تتيح خدمة النقل المتعدد التحويلات المتعددة إجراء عمليات نقل متعددة داخلية محلية في خطوة واحدة سريعة خدمة نقل لمرة واحدة بدون مستفيدين إضافيين الأول من أكتوبر 2019 طلب استفسار الاعتمام وتحميله في شكل قوات الدفاع الشعبي يتم تسجيل الدخول إلى الإصدار الجديد من الأهلي نت باستخدام نفس رمز المستخدم وكلمة المرور الحاليين أحذف الإصدار القديم من تطبيق خدمة الأهلي للهاتف المحمول وقم بتنزيل الإصدار الجديد من متجر التطبيقات يتم تسجيل الدخول إلى الإصدار الجديد من تطبيق خدمة الأهلي للهاتف المحمول باستخدام رمز المستخدم وكلمة المرور الحاليين وفي الوقت نفسه يقدم البنك الأهلي عددا من الخدمات المصرفية لعملائه ولعل أهمها تأشيرات التوريد ديسمبر وقد وضعت البنك الأهلي رسم السحب النقدي لفيزا المشتريات تبدأ من خمسة من الحد الأدنى لقيمة الأجور شهريا يكشف البنك الأهلي فيزا المشتريات لديها معدل فائدة استرداد مصرفي يتراوح بين 22.8 و27 اعتمادا على البطاقات المدرجة وغير المدرجة وتتراوح فترة السماح للمشتريات بين 55 و57 يوما يوجد حد ائتماني معين الرصيد الحالي وتم الاتفاق على هذا الحد على أساس بعض الضمانات مثل تحويل كشوف المرتبات أو ضمان الإيداع أو شهادة استثمار لدى البنك المصدري للبطاقة تصدر البنوك أنواع مختلفة من بطاقات الائتماني بما في ذلك البطاقات الكلاسيكية والذهبية والبلاتينية والتي يتم إصدار معظمها من قبل البنوك ويتم تحديدها على أساس حد الائتمان الرصيد المتاح شهادات البنك الأهلي المصري 2023 بعد قرار البنك الأهلي المصري برفع سعر الفائدة قرار البنك الأهلي المصري برفع سعر الفائدة الفائدة على مجموعة من الشهادات شهادات البنك الأهلي المصري يتساءل العديد من عملاء البنوك عن شهادة ادخار البنك الأهلي الذي تم إصدارها مجددا والتي توفر للعميل استرداد كافة أمواله بعد عام واحد فقط حيث تم إصدار شهادة البنك الأهلي على غير العادة حيث من المعتاد عموما إصدار جميع شهادات الادخار لمدة ثلاثة أعوام متتالية وهذا الأمر الذي أثار فضول الكثير من العملاء حول أمر هذه الشهادة الجديدة شهادات البنك الأهلي المصري شهادة الاستثمار من البنك الأهلي المصري وتعتبر من أفضل الخيارات لمن يريد تحقيق عائد جيد على كافة أمواله في مدة قصيرة الشهادات التي قام البنك الأهلي بإصدارها تتوفر بملغ بسيط يبدأ من 500 جنيه وتستمر لعام واحد فقط وتوفر للعميل فائدة ثابتة بنسبة 11% يتم صرفها شهريا مدة هذه الشهادة عام واحد ويبدأ من اليوم التالي لتاريخ الشراء وسيتم تجديدها بشكل تلقائي في التاريخ المحدد للتجديد ولا يجوز استردادها ويوجد بعض التعليمات لذلك الخصائص المشتركة للشهادات هناك العديد من الخصائص المتوفرة للشهادات ومن أهم هذه الخصائص كافة الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها ولا يجوز التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات التي تسمح لنقل الملكية يمكنك الاقتراض عن طريق ضمان هذه الشهادات من البنك الأهلي المصري وإنشاء بطاقات الاعتمان بكافة أنواعها المختلفة وذلك تبعا لكافة التعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض يجوز إنشاء الشهادات بهدف الهبة والتبرع وذلك تبعا لكافة الشروط التي يجوز التوقيع عليها في هذا الغرض كافة الشهادات وما يصدر منها من عوائد سيتم الإعفاء بشكل كامل متجمع الضرائب ورسوم الدمغة تنويه عاجل لجميع عملاء البنوك المصرية بشأن خدمة الإنترنت والموبايل البنكي يحاول العديد من عملاء البنوك معرفة وقت تغيير كلمات مرور الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول وتواتر تحديثاتهم لضمان استمرار أداء الخدمة في أفضل حالاتها في هذا السياق أكد البنك المركزي المصري أنه يجب إجراء تغييرات كلمة المرور للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول كل ستة أشهر صرح البنك الأهلي من خلال موقعه الرسمي على الإنترنت أنه تم إجراء تغييرات فنية على خدمة الأهلي نت الأهلية للهاتف المحمول والتي تتيح للعملاء إتمام المعاملات المصرفية بسهولة وأمان تم من الاشتراك الذاتي في الأهلي نت الأهلية لخدمات الجوال للعملاء الأفراد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للعملاء من الشركات شرطة سفلية تنفيذ المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول الخاص جعل تطبيقات بطاقات الائتمان غير المضمونة للعملاء من الأفراد وتتبع التطبيقات تنفيذ طلبات القروض الشخصية النقدية قروض المركبات غير المضمونة للعملاء الأفراد وتنفيذ تتبع التطبيق للحصول على معلومات حول البطاقات المدفوعة مسبقا وإجراء تحويل من بطاقة مسبقة الدفع إلى أخرى لنفس العميل حسابا بطاقة مسبقة الدفع تتيح خدمة النقل المتعدد التحويلات المتعددة إجراء عمليات نقل متعددة داخلية محلية في خطوة واحدة سريعة خدمة نقل لمرة واحدة بدون مستفيدين إضافيين الأول من أكتوبر 2019